سؤال هنا ما قولكم في الفتنة التي دبت في الإخوة الذين هم على المنهج ودخلوا في الجرح والتعديل وقاموا بالتجريح ومنهم من ليسوا بطلاب علم فما نصيحتكم لهم إخواني في الله طبعا كتب الشيخ عبد المحسن العباد رسالة صغيرة في كتيب صغير لكن هذه الرسالة الصغيرة تحتوي جوابا على هذا السؤال رفقا أهل السنة بأهل السنة يعني كلكم أهل سنة وكلكم على منهج واحد وكلكم تدعون إلى السنة فكيف يجرح بعضكم بعضا ثم كتب رسالة أخرى بعد سنين وسماها مرة أخرى مهلا أهل السنة بأهل السنة مهلا رفقا أهل السنة بأهل السنة يعني الرسالتان يحتويان على نفس المضمون ولكن بعبارات مختلفة ودعوة جديدة فعندما تنظر إلى اثنين من أهل السنة فتبحث عن نقاط الخلاف وتبحث عن نقاط الاتفاق تجد نقاط الاتفاق لا تعد ونقاط الاختلاف تعد فكيف أجرح من نقاط الاتفاق معه لا تعد لأشياء تعد الأمر الثاني قارن هذا الشخص الذي تريد أن تجرحه بآخر ليس من أهل السنة أو ليس على المنهج الصحيح تجد أن هذا في واد وذاك في واد آخر فكيف تقارنه بمن هو في واد آخر وهذه دعوة إخواني في الله إلى نقطة أساسية أن العلماء السابقين في علم الجرح والتعديل كانوا يختلف في راون يختلف البخاري وأبن أبي حاتم طبعا ينقل كلام أبيه عبد الرحمن ينقل كلام كلام أبيه فيختلفان في راون هذا يقول مستور هذا يقول صدوق اختلفان يعني ينبني عليه تحسين حديث أو تضغيفه ولم يقل أبو حاتم لمحمد بن إسماعيل البخاري كيف تحسن من ضعفته إن لم تضعف من ضعفته فأنت ضعيف عندي كيف ممكن فما زال الاختلاف بين العلماء في الروا والدعاء والأفراد ولم يحكم أي منهم على المخالف بأنك إذا لم تبدع ما لم أبدعه فأنت مبتدع لا يوجد هذا في تاريخ العلماء ولا في منهج السلف وإنما هذا سببه الحرص الزائد وحسن النية والحرص على المنهج لكن أصبح هناك الغلو وكم كما قال ابن مسعود كم من مريد للخير لا يناله فما هو الصواب الصواب إذا اختلفنا في شخص هل هو مجروح أو مقبول ألا نجعل خلافنا في هذا الشخص أن يجرح بعضنا بعضا فمثلا سفيان عائش أتكلم عن نفسي اختلف أثنان من دعاة السنة من أهل العلم سفيان عائش هل هو مجروح ألا مقبول فلا يجوز كونهم اختلف أن يجرح أحدهم الآخر العالمان أو طالباء العلم وإلا أسقط بعضنا بعضا فبالتالي الكلام طبعا كتب شيخنا علي الحلبي رسائل في هذا الموضوع وتكلم عن منهج السلف في هذا وألف ثلاثة كتب وهي مطبوعة ونقل الآثار والأخبار في بيان منهج السلف من المخالف وبين أن العلماء إذا اختلفوا في راون هل ومبتدع أو ليس بمبتدع لم يدفعهم ذلك أن يبدع بعضهم بعضا في كلام طويل وسمعت شيخنا علي الحلبي يقول كتابي هذا بمثابة شرح لرسالة الشيخ عبد المحسن العباد يعني بالشرح بالمتن بالمعنى فهو بمثابة شرح لرسالة الشيخ عبد المحسن العباد فنسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن ونحن ننظر إليهم بحسن النية ما هذه الشدة التي عندهم إلا بسبب حرصهم ولكن هذا الحرص يسبب الغلو مثل الثلاثة النفر الذين أتوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها فأصبح حديث يعني ليش عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في نظرهم فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نحن فلابد إيش أن نفعل زيادة على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم هذا إيش قلو معاكس الناس في هذا الزمان عندما تقول له هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى المساء تذكر له سنن قل لك يخذك رسول نحن نساوي زيه هذا مفرط وهذاك عنده غلو هذاك أبدو يساوي اللي يسوى الرسول صلى الله عليه وسلم وإيش ويزيد هذا اللي في الزمان هذا إيش بقول لك شو ساوى خمسين شغلة والله نسويت نثنتين ثلاثة كويس هذا تفريط اختلفت الناس تماما فبالتالي شدة الحرص على غير علم تسبب الغلو وقد يقول الإنسان عالما في مسائل لكن عنده جهل في هذه المسألة فمثلا عن نفسي قد أكون أتعلم أحكام الصلاة وأعلم أحكام الصلاة لكن ممكن جزئية من أحكام الصلاة لا أعرفها وينبني عليها أخطاء هل أكابر تاهي أخي جزاك الله خير أنا نعم تعلمت فقه الصلاة وأحكام الصلاة لكن هذه الجزئية ما بها استفدتها منك وهكذا صنيعا لا إما لما مالك لما مالك لما مدار الهجرة لا يفتغ مالك في المدينة يعلم الناس صفة الوضوء فقال له أحدهم ألا تخلل لم تذكر لما حتى لا تأدب معه قال ألا يسن التخليل بين أصابع القدم بالخنصر يعني إصبع كذا اتخلل بين الأصابع فقال الإمام مالك ومن أين هذا فقال وقفت على هذا فنظر لما حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل رجلي وخلل بين أصابعه بالخنصر فقال هذا إسناد صحيح فقال الراوي فرأيته بعد ذلك يفت الناس ويقول لهم خللوا بين أصابعكم بخنصركم وضوء غابت مسألة عن الإمام نعم غابت عن الإمام طب كيف إحنا كيف نحن فجهز نفسك إلى أن تتقبل الحق لا أن أجرح من لم يجرح من جرحته ها كلام طويل كما قلت لكم ترجمة نانسي قنقر